اشتركوا في القناة من استيرات ادبي اوديشن سي سي ابتداء من سي سي الفين وخمسة عشر فما فوق نبدأ على بركة الله درسنا الهدي اليوم سوف يكون عن واجهة البرنامج وعمل واجهة خاصة للعمل عليها باستخدام اوديشن سي سي نبدأ على بركة الله سنقوم الآن بفتح البرنامج في أول مرة سيظهر لك واجهة البرنامج على هذا الشكل الآن سنقوم بازالة جميع البانيل التي لن نحتاجها في عملنا سنقوم بازالة الفايل ثم بالتغط على زر الايمان الماوس وازالة فاوريت ثم كلوز بانيل ثم ميدير بروزر سنترك الايفكت ثم نزيل الماركر ثم هذه البانيل هنا نترك الهيستوري ونقوم بازالة الفيديو ثم نقوم بطرق الإديتر سنحتاجه لأنه هو الرئيسي في عملنا ثم الميكسر سنقوم بازالته ثم الإسانسيل ساوند سنقوم بازالتها الآن نقوم بالذهاب إلى ويندو كما تلاحظون جميع البانيل التي قمنا بازالتها يمكنك استرجاعها عن طريق وضع علامة صح عليها سنقوم الآن بالذهاب إلى diagnostics سنحتاجها سنقوم بالضغط عليها كما تلاحظون تمت إضافة البانيل الخاصة بdiagnostic بجانب التأثيرات أو الأفكت الآن سنقوم بالذهاب إلى ويندو وعمل workspace خاص بنا انطلاقا من هذه البانيل المختارة في عملنا سنقوم بالذهاب إلى save as new workspace ثم نقوم بوضع اسم خاص بالworkspace الخاص بنا عربي voice over ثم نقوم بالضغط على أوكي نقوم بالذهاب والتأكد من إضافة الworkspace كما تلاحظون تمت إضافة workspace workspace الخاص بنا عفوا يمكنك اختيار أي workspace آخر ويمكنك العودة إلى الworkspace الخاص بك كما تلاحظون معي أتمنى تكون قد سفت من هذا الدرس الأولي لا تنسى بعمل لايك وبالاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس لتتواصل بكل جديدنا بخصوص هذه الدورة المجانية ودنتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر